أين ودائع العملاء؟ وما هي الخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي بسبب الديون الحكومية؟ سؤالان تردد في كل بيت ومؤسسة بلبنان الذي يعاني من أزمات متلاحقة ستاندرد أنبورز حاولت الإجابة عن هذه الأسئلة وتوقعت أن تتراوح تكلفة الديون السيادية على القطاع المصرفي بين 23 مليار و100 ملياري دولار أي ما يعادل 134% من الناتج المحلي وفق ثلاثة سيناريوهات أحلاهما مر وتشمل السيناريوهات التي وضعتها الوكالة لتقدير التكاليف المحتملة للبنوك اللبنانية اقتطاع 50% من حيازات البنوك من ديون الحكومة بالعملات الأجنبية والمحلية وشطب 10% من الإداعات في مصر في لبنان أما السيناريو الثاني فيشمل شطب 75% من السندات الدولية أي تحميل المزيد من العبء على المستثمرين الأجانب وشطب 60% من الديون بالعملة المحلية و50% من الإداعات في مصر في لبنان في حين يذهب السيناريو الثالث إلى شطب 90% من السندات الدولية و70% من الديون بالعملة المحلية والإداعات في مصر في لبنان ورغم احتمال رفض المستثمرين لهذا السيناريو فمن المحتمل أن يكون أكثر ملاءمة لاستدامة مستوى الديون الحكومية وإعادة رسملة مصرف لبنان من وجهة نظر ستاندرد أند بورز وفي حال غياب مصادر التمويل الأخرى تتوقع الوكالة أن يتم لجوء لودائع العملاء وستؤثر إعادة هيكلة النظام المصرفي على 4 إلى 63% من قاعدة الودائع على أفضل تقدير ترجمة نانسي قنقر